لكن في شيء لفت انتباهي وحبيته كتير هو الخدمة اللي بتقوم فيها خدمة ست الحبايب أعطينا فكرة عن إيش بتعملي أخت إليان الحقيقة خدمة ست الحبايب هي ابتدت أول شيء في لبنان كانت تحت عنوان أنا أمرأة وباللبنان ابتدينا وكان في حاجات كبيرة صارت وقت صار في الحرب على لبنان وكانت هذا الحرب لحوالي 33 يوم فبهات 33 يوم كانوا العائلات كلهم تشردوا وإجوا على مكان ونحن كمؤسسة مسيحية نزلنا لحتى نشوف شو الحاجات وخدمنا هون وشفنا الحاجات أنا كوني عندي خدمة كان بالسودان وبمصر وكنت أعرف أنه في حاجات كتير كبيرة لكن ما كنت أعرف أنه ببلدي في لبنان في حاجات كبيرة للمرأة فمن هذا الحدث يلي صار مثل الرب فتح عيني وفرجيني أنه في حاجة كبيرة للمرأة وهيك بدت خدمة أنا أمرأة في لبنان والرب بركنة كتير وكانت خدمة رائعة بس جيت على كندا جيت بنفس الفجن يلي ربنا أعطيني إيها وقلت أنا أكيد بكندا يمكن ما في حاجات يمكن بكندا السطة العربية لأنه إجيت على هالبلد تغيرت حاجاتها لكن للمفاجأة لقيت أن السطة العربية بهذا البلد كمان عندها نفس الحاجات فالمرأة هي مرأة وينما كانت والتحديات الموجودة موجودة وينما كان وأنا أكيد أنه في كل بلدان العالم في تحديات طبعا تتفاورت لأنه المرأة ممكن تكون تقدمي تصار عندها أكتر إمكانيات لكن في حاجات كبيرة فمن هون ابتدت خدمة ستة الحبايب ابتدأت خدمة ستة الحبايب وحكت لنا عن الخدمة لكن إذا ممكن تشاركينا أي الخدمة شو نوعها وإيه بتقوم وأهداف هذه الخدمة صح خدمة ستة الحبايب هي مؤسسة مسيحية لكن بتعتني بشؤون المرأة من كل النواحي الناحية الاجتماعية بتعتني بشؤون المرأة من الناحية الفكرية بتعتني بشؤون المرأة من الناحية الروحية كمان بالنهاية خدمة ستة الحبايب هي خدمة حتى يكون للمرأة إلى صوت حتى تقول أنا موجودة حتى قدر تعبر عن رأيها حتى يكون متساوين كلنا سوا كستات من أي بلد عربي كنا موجودين كلنا مثل بعضنا حاجاتنا هي نفسها عندنا أمور كتير بدنا نقولها فهذه الخدمة هي مساحة لكل ست تقدر تحكي فيها ونحن طبعا عندنا برامج كتير لتمكين المرأة لتمكينها لتشديدها لنعطيها التولز حتى تصير إمرأة تقدر توقف على إجرائها طيب ممتاز وهاي الخدمة طبعا ست الحبايب هي خدمة زي ما بيحكوها في نورث أمريكا نون بروفيت أورجانيزيشن يا خدمة لا تبقى بربح صحح يعني وتقوم في مساعدة المرأة صحيح هي خدمة إنسانية نون بروفيت أورجانيزيشن لجميع الستات العرب من أي انتماء من أي طائفة من أي عرق يعني كل الستات أهلا وسهلا فيهم بست الحبايب طبعا خدمة هي في كندا بس هل ما زالت خدمتك متواجدة في الشرق الأوسط كما ذكرت خدمة أنا أمرأة في لبنان بعدها ماشي وكمان في خدمة من أنا أمرأة في لبنان لمصر والسودان ولكل البلدين العربية فيه خدمات كتير تنقام بهذه الأمكان لكن خدمة ست الحبايب هي هلأ حاليا بكندا وإذا الرب فتح أبواب تاني أكيد أكيد لأ خدمة ست الحبايب باسم حلو اشتركوا في القناة